السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في the first comprehension passage on page 2 entitled the Arabs gave us a word for it العرب أعطونا كلمة لها أو معنى لها During the second world war the experts who deal with words and their origins خلال الحرب العالمية التانية الخبراء اللي كانوا معنيين بدراسات الكلمات وأصولها were jolted into phrasing research by the news that a new expression had crept into language انبهر جدا بإني في كلمة جديدة دخلت أو زحفت إلى اللغة الإنجليزية and was being heard wherever American GIs were found all over the world على مدى العالم the phrase hopa hopa was being used to praise everything from a beautiful movie star to information that everyone would get passes that night كلمة مثلة hopa hopa كانت بتستخدم وقتها لمدح أي شيء بدءا من نجم لفيلم جميل لأي معلومة الشخص كان يقدر أنه يوصل لها بسهولة After long and learned arguments بعد جدال طويل جدا وواسع the world experts decided that the origin of hopa hopa couldn't be defined exactly رجحوا أن مفيش حاجة أو معنى مباشر ومضبوط لمعنى كلمة hopa hopa but give the weight of their opinion to the Arabic greeting مرحبة لكن حسوا أن في تشابه ما بينها وما بين التحية العربية مرحبة ده يمكن المرة الأولى اللي كلمة عربية لا قد ترحاب وقتي جاء من instant جاء ترحاب وقتي أو موافقة وقتية وفي نفس الوقت انتهت أو ماتت بسهولة in the English language في اللغة الإنجليزية but it illustrates the influence لكن دوت كان بيشير إلى التأثير that many Arabic words have had on our tongue for more than a thousand years لكن دوت بيّن أكتر تأثير اللغة العربية على اللغة الإنجليزية لسنوات طويلة وطبعا في paragraph 4 بيتكلم معانا على كلمات جتيرة جدا دخلت من أصل عربي زي ديرفيش أو مثلا كلمة من أصل فرنش زي كوافير كلمة زي زاكين كلمة زي سيكن كل الكلمات ديت دخلت من اللغات الأخرى إلى اللغة الإنجليزية ودخلت لها سماعا وبناءا عليه حصل لها حاجة زي transliteration يعني بدأت تكتب كما تنطق وتستخدم للتعبير عن المعنى اللي أصدوه الناس الأصليين للكلمة سواء كان فرنش أو إراب أو حتى إيطاليا الملابس والتقاليد الخاصة بالعرب أو الناس الشرق كانت مصنوعة من مواد الأوروبيين مكنوش معتدين عليها في وقت كانت التجارة العالمية كانت محددة بشكل كبير وبعد ما بدأت الأفق تتسع أكثر وأكثر بدأ يتوسط معها أكثر سمعت الأقمشة المصرية الشرقية والأقمشة العربية بشكل كبير وكمان الكلمات اللي العرب أطلقوها على تلك الأقمشة والألوان الخاصة بيها بدأت أنها تدخل للغة الإنجليزية برضو سماعا كلها كلمات من أصل عربي وكذا بنشوف أن التجارة والدين يبدو أن هما كانوا مرتبطين ومتدخلين بشكل كبير جدا في تاريخ اللغات وكذلك اللغة العربية ما كانش فيها أي استثناء زي ما اللغة المسيحية انتشرت أكثر باللغة اللاتينية اللي أدى كمان أن نكتشف الأصول اللاتينية للعديد من الكلمات وكمان اللغة العربية انتشرت عن طريق المسلمين عبر العالم ودوة اللي أدى لنتشغار كلمات كتيرة من أصل عربي في اللغة الإنجليزية في مناطق كبيرة جدا في أسيا وأفريقيا الكلمات أو اللغة المحلية كانت فيها اللغة العربية اللي وصلها لها طبعا جماعات المسلمين كاللغة أصلية أو كلغة ثانية وكذلك بيلاقي أن اللغة العربية نصنف إنها من اللغة التارتاشر على مستوى انتشارها على العالم الاربية يسمى على مستوى من المسلمين من المسلمين أو العرب موجودين فهم طبيعي بينشروا هذه اللغة معهم في القرن السابع والثامن عندما العرب بدأوا انهم يغزم ويكتسحوا المناطق والأراضي اللي كانت حوالين المتوسط وكانوا بيتوسعوا أيضا لأسبانيا ولبلاد فارس وأرمانيا في الشرق جابوا معاهم أو أحضروا معاهم أشكال جديدة وأفكار جديدة وفن جديد وطريقة جديدة للمعيشة وكمان كلمات جديدة للتعبير عن الأشكال والفنون ونمط المعيشة الجديدة في نمبر 9 بيقول لي دوا تقدى لي انتشار الحضارة الإسلامية ودوا كان كبير جدا أنه كان جزء من الحضارة الإسبانية في الوقت المتوسط some Arabic words through a circus and unexpected route the term adobe which means a brick dried in the Sun working its way into our language by way of Mexico a tube is Arabic for brick to the Moorish these deposited the words in the Spanish vocabulary and Spanish conquistadors carried it out to Latin America where it was used in the regions of the Spanish Southwest which later became part of the United States and today adobe has come to describe not only sun-dried bricks but any structure made of this material أي مادة تصنعت من تلك المواد أو الأدوات فرقم 10 بيقول there seems to be a widespread belief that medieval Europe gained much of its knowledge of the east and oriental ways from the men who took part in the crusades اللي اشتركوا في الكروسيد دا كان فرصة كبيرة عظيمة إن اللغة العربية تلاقي طريق لها للغة الأربية كل هزي الكلمات خاصة اللي بدأ بألف لام كان أصلها عربي وكانت بدايتها من حروب الكروسيد following the path of Arabic course into English لو احنا تتبعنا طريق اللغة الكلمات العربية في اللغة الإنجليزية الكلام دا في الفقر رقم 11 we find that the result of the crusades was much more important than the struggle themselves هللاقي إن نتيجة الكروسيد كانت أكبر بكتير من السراعات اللي كانت حصلة وقتها commercial treaties after the crusades finally legalized existing trade then expanded it وبكده بدأت المعاهدات التجارية توسع التجارة وتوسع التعاقدات بين الدول في رقم 12 the word magazine embraced both military and trade terms it comes to us through French all the French and Italian all the ways back to the Arabic magazine وطبعا برضو بيتكلم معايا طول الفقرة بتاعت 12 على أصل كلمة magazine وكان أصلاها عبارة عن powder magazine أو مجموعة من information منظمة ومستسلمة في single structure اللي هو مجموعة articles into one magazine فراقم 13 بيقول as trade flourished وبعد انتشار التجارة وازدهارها so that trading service كمان المعاهدات التجارية انتشرت we have tariff الياد تعريفة and tari and two other words from those days of high way robberies and piracy hazard and risk increasing trade was with the elephant brought England herself into more direct contact الرابط انجلترا من الاربك speakers المتحدثين العرب during the 14th century خلال القرن الاربع عشر we have already spoken of the huge trade in clothes and clothing from east to west but much of their desirability stemmed from the colors and dyes used in their manufacture يعني لو كان الكلام من شوية كان بيتكلم على التجارة في الملابس والعلاقات ما بين الشرق والغرب لكن اللي كان ليه برضو منتشر اكتر هو كان الالوان اللي استخدموها العرب والدايز اللي هي السبغات اللي استخدموها زي ما بيقول بعدها بصوترين السافرون والحنة والكارمين وكل الحاجات دي انتشرت والكرمزن كل الكلمات دي انتشرت صوتيا في اللغة الانجليزية من اصل عربي في باراغراف رقم 15 الأدوات الكيميائية اللي انتجت السبغات ديات وكمان العطور والهايلي ديفلوبد وهذه العرب كان العرب فضل كبير جدا ليهم كل الكلمات دي وبالتحديد طبعا الكلمات زي ما قلنا اللي بتبدأ بال لزي الكحول وطبعا في الجزء دي بيتكلم على كلمة الكيمياء اللي بعد كده بقت كيميستوري وهي أصلها الكيمياء وهي كانت بتستخدم في اللغة العربية للتعبير عن استخراج العصائر والعصارات من النباتات لأغراض طبية وده طبعا في باراغراف رقم 16 بيوصل لنا ان بيقول ان ده بيودينا بعد كده أو بينقلنا لأسماء النباتات اللي زي ما اتفقنا برضو من أصل عربي كلمات زي حاجات زي سودا كراوي جاسمين للاك كل الحاجات دي جاية من أصول جاي من أصول باللغة العربية في الفقر الرقم 17 لما نيجي نقف في محل أو مدجر للدراج ستور في أمريكا أو في يوروب اللي كان لها تأثير كلمة كافي إنها يبار عن مشروب بيبقي الأفراد لفترة طويلة صهرانين جيزينج أهدت the heavens وكمان علم الأسترومي الفضاء كان تم تطويره من قبل الأرب and dozens of star names we use are the ones originally given to them by desert sky watchers اللي أعطوها ليهم السكاي watchers the words aridad, azmanf, zenf and denadir all are part of the same astronomical heritage في فقر 19 our word troubadour possibly comes from tarab to sing or to make music if the music were played at a costume ball the affair might well be must create straight from buffoon or mask comes from the same root كلها كانت عبارة عن حاجات بتصف العالم الغنائي أو الليالي اللي بيقام فيها الأغاني لفترة طويلة في البسج رقم 20 anything more strenuous than dancing and leisure time activity was apparently precluded by the climate of most countries where Arabic took hold therefore lists of Arabic loan words lack most terms of outdoor sports في بسجل 21 بيكمل بيقول however if you are a tennis player you often use at least one زي كلمة racket the word racket it's from the Arabic word raha plural raha meaning palm of the hand اللي هي راحة اليد on the streets of new york لو انت في شوارع new york youngsters will still play sidewalk tennis with that original equipment هتلاقيهم لسه بيستخدموا نفس الآلة في التنس but if you plan on planning tennis that way just to conform with the Arabic use of the term think twice then relax on a sofa or divan طبعا كلمة صوفا نفس الكلام divan or ottoman or even a matrix they are all descended from the Arabic لأنها كلها كلمات برضو من أصل عربي تعالوا تشوف مع بعض مجموعة المفردات اللي فيه exercise في page 7 review مراجعة from 1 who used the phrase hoppa hoppa ها بالضبط بدأ فيه البيجراف اللي احنا قرناه في الأول Americans GIs ها الإجابة هي B American GIs number two there three of the following words are from Arabic source which one is not ها احنا قلنا cotton تمام قلنا cotton من أصل عربي Muslim من أصل عربي Goze من أصل عربي الكلمة الوحيدة اللي is not هي silk اللي هي sea لأنه الإجابة هي sea لأنه بيسأل على الكلمة اللي مش من أصل من أصل إيه عربي طيب about how many people in the world speak Arabic as their native or second language قرأناها لسه من شوية 73 million الإجابة رقم D 73 million رقم 4 what does the word adobe means هي معناها إيه دلوقتي it comes from the Arab آتوب اللي هي توب يعني ها بالزبط لسه قرأناها دلوقتي هي sun dried brick يعني الصخور اللي نشفت عن طريق الصن الإجابة هي C sun dried brick number five three of the following words from four colors اللي استخدموها للألوان are from Arabic language which one is not إيه من الكلمات دول مش من أصل عربي طبعا لو رجعنا لباسة جرقهم 14 على إيه ذكر كل الأسماء أزور كارمين أو كريمزن الكلمة الوحيدة اللي ما ذكرهاش في الكمبس ديت هي chocolate اللي هي B فالإجابة هي B رقم six three of the following words are from the Arabic which one is not ها طبعا زكر أنيل زكر سافران زكر حنة الكلمة الوحيدة اللي مش من أصل عربي هي روز أو اللي ما ذكرتش في الفقرة هي روز الإجابة إيه رقم seven three of the following words for chemicals are from Arabic which one is not طبعا لو رجعنا لباسة جرق 15 هنلاقي إن هو زكر أرسينك زكر بوراكس زكر تالك الكلمة الوحيدة اللي ما ذكرهاش هي كاربون كلمة كاربون ما ذكرهاش في الفقرة تعالوا نشوف مع بعض سؤال رقم eight three of the following plans got their names from the Arabic which one did not تمام رقم a زكرها رقم b spinach سبانخ زكرها رقم d سماء اللي هو سماء زكروا الكلمة الوحيدة اللي ما ذكرتش هي c توباكو كلمة توباكو طيب رقم nine بيقول three of these names for sweets came from the Arabic which one did not طبعاً زكر كارامل زكر سيرب زكر candy الكلمة الوحيدة اللي ما ذكرهاش هي sunday في exercise او رقم ten three of the following words for places to rest اللي هي بنصف بها المكان الاستراحة او الراحة come from the Arabic طبعاً زكر سوفا زكر الميترس زكر ottoman الكلمة الوحيدة اللي ما ذكرهاش هي pillow وهي كلمة انجليزية مش من أصل عربي بعد كده في رقم eleven بيقول لي ما معنى كلمة origin origin يعني بداية او أصل يبقى إذن نختار لها الميننج بتاعه المتراضف بتاعه هو see beginning في رقم twelve معنى كلمة defined defined يعني عرف او يشرح يعرف او يشرح يعني explained explained كلمة في رقم thirteen instantius instantius يعني فوري فوري او وقتي يعني advance الاجابة ايه advance فوري رقم fourteen illustrates illustrates يعني يشرح او يوضح يعني shows see الاجابة هي see 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 معناها see معناها مطرز او شيء لامع مصفوف جنب بعضه يعني حاجات لماعة او زي دسكز كده زغيرة بتتحطي ليه تطريز الملابس فهي الاجابة ب a small desk used to ornament address اللي نقدر ان احنا نستخدمها لتطريز او ليه جعل الملابس لماعة وشكلها ازاهي فهي الاجابة ب a small desk used to ornament address رقم سكستين interwined يعني متداخل متداخل يعني woven together متداخل مع بعض woven together في رقم سبنتين localities localities يعني places localities يعني places اماكن رقم اتين introduced introduced يعني تمام يتم ان هو يقابل او يظهر في المكان في البراجراف رقم سكس باراجراف رقم سكس تعال نشوف كلمة introduced بالزبط معناها ايه علشان هو عايز يقول معنى كلمة introduced زي ما اتذكرت في باراجراف سكس هللاقي انك في اخر جملة من البراجراف رقم سكس بيقول is in the Arabic script introduced by مسلم مشنارس يعني اللي قدمها او اللي ازهرها او اللي ابتدعها او ادخلها فهنا معنى كلمة introduced يعني brought into use brought into use اللي هي بي الاجابة هي بي يعني اللي ابتدعها او اللي دخلها فى الاستخدام ودخلها للاستخدام هم المسلمين طيب رقم رقم ترميندوس ترميندوس يعني كبير جدا وهائل يعني great in size في رقم بيقول معنى كلمة بيرفيزف معناها بالعرب يعني واسع الانتشار للغاية واسع الانتشار للغاية فانسب متعود افلاهية c spreading throughout spreading throughout وبكده نكون خلصنا the first reading passage in the book from page 2 to page 10 بعنوان the Arabs gave us a word for it شكرا لكم